ويقول لها أن هذا ليس في شيء مع العلم المباريات يظهر فيها كشف العبرات وكذلك أخصوص المباريات الآن لتحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في المدرجات نساء والأسف قد يكون منهم بعد ملتزم ويحتاج بأنه فقط لمشاهدة ليس للتشجيع والحماس الواقع أن ما أشرف إليه قد ابتل به بعض الناس وصاروا يهوون هواية شديدة النظر إلى المباريات حتى أن بعضهم ربما يدعوا الصلاة مع الجماعة من أجل هذا ولا رهب أنه إذا ترك الجماعة من أجل هذا أنه عاصل وآثم لأن الجماعة واجبة لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاجة جلس فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه لغو ولكنني لا أظن أنه يس من الإثم لأمور أولاً أنه يضيع وقته في غير فائدة والوقت أغلى من المال وأثمن من المال للعاقل ولهذا قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركته ما قل لعلي أساني مباريات أو أتمتح في الدنيا قال لعلي أعمل صالحاً فيما تركت فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل ثانياً أنه يوجب تعلق القلب بهذا لكن لو فضم نفسه عنه ما هم كما هو معروف في الأخبار الذين لا يطالعونها لا تهمهم بل إذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلق التلفزيون لكن إذا صار يشاهد واتعلق قلبه بها وألفها وصار حبه لها غراماً ثالثاً أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق فيقع في قلبه تعظيم ومحبته وموالاته وهذه خطيرة رابعاً أنه سيضيع مالاً بما ينفقه على هذا التلفزيون من وجرة الكهرباء وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه ربما يستغلق شيئاً كثيراً من الأموال لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفة وفيها شيء من الخطر على الإنسان فالذي ينبغي لك أيها الحازم ألا تشاهد هذه المباريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر